وإلى مجلس النواب حيث يشهد مشاورات مكثفة بين أعضائه لتحديد موقفهم من الحكومة الجديدة عندما تقدم بيانها الوزاري وتتراوح الآراء بين منح وحجب الثقة من خلال مشاورات تقوم بها الكتل المزيد في تقرير مراسلنا يزن الرموي مشاورات داخلية مكثفة يجريها النواب فيما بينهم كتلا ومستقلين بهدف بلورة موقف نهائي إزاء قضية منح الثقة أو حجبها عن حكومة الدكتور عبداللنسور يأتي ذلك وسط معلومات نيابية تحدثت عن تقصد رئيس الوزراء تأخير موعد إدلائه ببيان حكومته التي سيطلب الثقة على أساسها بهدف الوصول إلى ثقة المجلس الذي ما زال يواجه حتى اللحظة ألذع الانتقادات وأشدها قسوة تجاه تشكيلة الحكومة الجديدة موضوع الثقة صعبا نحكم من الآن لأن الوضع غير واضح عند عديد من النواب بعض النواب حسموا أمرهم عدد كبير من النواب حسم أمرهم من الآن ما بين ثقة وما بين حجب الثقة هناك عدة تحفظات وتحفظات كبيرة على هذه الحكومة وعلى بعض الوزراء الذين استلموا بعض هذه الحقائب قد تأخذ حسن واحد أنه لم يكن هناك توزير على أساس جغرافية فانتقادات النواب لشكل الحكومة وطريقة انتقاء وزرائها وابتعادها كليا عن خانة المشاورات المكثفة التي أجريت معهم مثلت نقاط ارتكاز أساسية لاحتقان النواب تجاه حكومة سور في ظل معطيات تحدثت عن نية عدد كبير من النواب حجب الثقة عنها حقيقة الرؤية غير واضحة وتعرف هذه الأمور حساسة جدا ربما هناك تصريح من دولة الرئيس المكلف أو من أحد الوزراء قد يقلب المعادلة تعرف هذه علاقة يجب أن تبنى على الاحترام المتبادل لدى النواب شعور بالإحباط من تصريحات كثيرة لدولة الرئيس المكلف لا أدري تماما حقيقة ولا أعتقد أن أحد يستطيع أن يتكهن منذ الآن بيننا وتفسرنا فترة زمنية هل هذه الحكومة ستأخذ ثقام لها وبانتظار استنفاذ رئيس الوزراء للمهلة الدستورية المحددة قبل تقديمه بيان وزارته أمام ممثلي الشعب تبقى الأنظار متجهة صوب مجلس النواب المطالب من بعض قوى المعارضة بترجمة غضبه تجاه حكومة سور إلى لغة واضحة فحواها حجب الثقة